السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في كل مكان أهلا وسهلا بكم النهاردة هنتعرف على أسرار اللغة الإنجليزية و هتعرفوا إزاي تكونوا جملة إنجليزية صحيحة و تتكلموا مثل الأجانب بالضبط الأمر سهل جدا وبسيط بس خليكم معايا وحدة وحدة تتكون الجملة الإنجليزية من subject اللي هو الفاعل verb الفاعل object اللي هو المفعول subject اللي هو الفاعل اللي هو الشخص الذي قام بالفعل مثل I أنا We نحن You أنت أو أنتم They هم He هو She هي It هو أو هي لغير العاكل أي شيء غير عاكل مفرد أقول عليه It verb هو الفاعل الذي تفعله مثل Want You read Drink Drink يشرب Eat يأكل Go يذهب Run يجري Swim يسبح Like Like يحب Object وهو المفعول وبيشمل Places أماكن أو Foods أطعمة Drink Thinks مشروبات Clothes ملابس Thinks أشياء Animals حيوانات ودلوقتي هنشوف أمثلة كتيرة جداً وازاي نقدر نكون جملة بكل سهولة I Want To Drink أنا أريد أن أشرب أو I want A drink أنا أريد مشروب عشان الفيرب Want لو جاء بعده To لازم أجيب بعده كمان Verb زي كلمة Drink لكن لو ما جيبتش To أجيب اسم نون زي كلمة A drink I speak English أنا أتحدث الإنجليزية I write a letter أنا أكتب خطاب I read a paper أنا أقرأ جريدة We speak English نحن نتحدث الإنجليزية We listen to music نحن نستمع إلى الموسيقى We eat popcorn نحن نأكل فشار We clean our house نحن ننظف منزلنا You like sports أنت تحب الألعاب الرياضي You like music أنت تحب الموسيقى You play the piano well أنت تعزف على البيانو جيدا You sleep early أنت تنام مبكرا They swim in the sea هم يسبحوا في البحر They like tennis هم يحبوا لعبة التنس They make a video هم يصوروا video They ride camels هم يركبوا جمال He eats apples هو يأكل طفاح He draws pictures هو يرسم صور He swims in the lake هو يسبح في البحيرة He picks flowers هو يقطف الأظهار She reads a story هي تقرأ كصة She smells a flower هي تشم وردة She helps her mom هي تساعد أمها She likes reading هي تحب الكرة It drinks milk هي تشرب لبن It eats fish هي تأكل سمك It likes meat هو يحب اللحم It flies in the sky هو يطير في السماء لو عايزين نذكر اسم الشخص هنجيبه في بداية الجملة بدل الضمير زي ما نقول علي plays football علي يلعب كرة قدم أحمد studies English أحمد يذاكر لغة إنجليزية سامي sleeps late سامي ينام متأخر شادي helps old people شادي يساعد كبار السن heeba sings a song heeba تغني أغنية loji speaks English loji تتحدث الإنجليزية hand drinks juice hand تشرب عصير salwa runs fast salwa تجري وهنشرع دلوقتي أهم الأفعال الإنجليزية اللي نقدر نستخدمها في حياتنا اليومي like يحب play يلعب swim يسبح write يكتب read يقرأ fly يطير eat يأكل drink يشرب jump يكفز take يأخذ walk يمشي give يعطي kick يشوت taste يتذوق cut يقطع hit يضرب run يجري hear hear يسمع look ينظر smell يشم pick يقطف throw يرمي wear يرتدي wash يغسل brush يمشد listen يستمع بيك يخبز feel يشعر وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو أعجبكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر